السلام عليكم ورحمة الله سوف نتعرف اليوم على البرنامج تجريبي بايلوت الذي سوف ينتهي سنة 2023 تابع معي هذا الفيديو من أجل أن تعرف عدد ساعات العمل بدون شهادة جامعية طبعا مستوى ثانوي فقط يمكنك التقديم إلى هذا البرنامج كيفية الحصول على عرض عمل وكل هذا وأيضا كم المبلغ الذي يجب أن يتوفر لنسبة لشخص واحد شخصين مع العائلة بدون عائلة كل هذا سوف نتعرف عليه اليوم فلا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إذن إخواني أخواتي اليوم فيديو حصري جدا ومهم بالنسبة لمن أراد الهجرة والصفر إلى كندا عبر هذا البرنامج السهل وسوف نبدأ بأقلها مستوى وهي مستوى ثانوي متوسط كل شيء بالدليل عبر غذر نمو دي كندا تابع معي ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إذن نحن نجد على غذر نمو دي كندا الموقع الرسمي لهذه الوزارة وزارة الهجرة البرنامج الذي تم إطلاقه في 2017 والذي ينتهي في 2023 فهو بايلوت تجريبي ويساعد أرباب العمل في كندا الأطلسية عبر أربعة مقاطعات سوف نتعرف عليها العمال الذين يرغبون في الهجرة إلى كندا الأطلسية والبقاء فيها إذن نظرا لنجاح هذا البرنامج دائما سيظل الرائد الإقليمي للهجرة الاقتصادية هنا نجد أرباب العمل في كندا الأطلسية كعنوان كبير ونجد الخرجين الدوليين والعمال المهارة هنا كل شيء سوف نذهب بكل سهولة ندخل على أرباب العمل ونضغط على عين الطيار من أجل أن نعرف ماذا يمكن أن يقدم لنا فكذا استئجار من خلال هذا البرنامج استئجار عمال سوف ننزل هنا ونقرأ عين الطيار توضيف مرشحين هنا ثلاثة برامج يمكنك استخدامها لتوضيف شخص ما هنا الثلاثة برامج التي سوف نتحدث عن واحد منها الأول برنامج دراسات العليا الأطلسي الدولي لا يهمنا برنامج الأطلسي للمهارات العليا لا يهمنا سوف ندخل إلى برنامج الأطلسي لمتوسط المهارة متوسط المهارة لا تأخذ بالترجمة وهنا لا يهمنا كل هذا سوف نضغط على برنامج الأطلسي المتوسط المهارة دائما نحن نجد على كندا دائما نفس الموقع الرسمي هنا سوف تبدأ بماذا يجب عليك للتقدم إلى البرنامج هنا تجد اكتشف إذا كنت مؤهل وحصل على عرض عمل وتقديم طلب هنا يجب أن تكون عندك خبرة في العمل في السنوات الثلاثة الماضية قد عملت 1560 ساعة كأول شرط وهو أن يكون لديك 1560 ساعة وهو عدد الساعات التي كنت ستعملها في عام واحد إذا عملت 30 ساعة في الأسبوع وهنا سوف تجد إليك كيفية حسابة ساعتك عدد ساعات العمل في وظائف بدوام جزئي وبدوام كامل دائما دوام كامل يجب أن تكون في مهنة واحدة ساعات العمل في مهنة واحدة لكن يمكن أن تكون مع أصحاب عمل مختلفين يعني تعمل عمل واحد مع أصحاب عمل مختلفين لا مانع ويجب أن تكون قد دفعت مقابل هذه الساعات تطوع والتدريب ولا تحسب الساعات التي كنت تعمل فيها لحساب خاص العمل الحرة لن تحتسب يجب أن تكون داخل كندا أو خارجها يجب أن تكون خلال فترة لا تقل عن 12 شهر هناك ملاحظة لن يتم تضمين أي فترات من العمل الحر عند حساب فترة خبرة العمل المؤهلة هكذا نكون قد تعرفنا على أول طريقة هنا الخيار رقم واحد لديك خبرة عملية في مستوى المهارة تصنيف المهاني النوك وقد تحدثنا عن النوك وهو نوع الوظائف التي تتطلب تعليما ثانويا مدرسة تانوية ومستوى مهارة C فهناك صفر A والB والC والD إذن هنا سوف البرنامج يعتمد على النوك C وتدريبا خاصا بالوظائفة مثل جزار صناعية أو سائق الشحنات لمسافات طويلة أو خوادم الأطعمة والمشروبات على سبيل المثال هنا هذه المهن هنا الخيار الثاني لديك الخبرة في عمل واحد تابع معي سوف أريك كل شيء عن هذا البرنامج في خلاصة شاملة هذا بالنسبة لي كممرضة مسجلة على سبيل المثال تجد المستويات والنوك B32-33 رقمها في شهادة عدم الممانعة بالنسبة هنا لعامل دعم منزلي النوك C مستوى ثانوي C-47-12 هذا هو النوك الخاص بعامل دعم منزلي هكذا تحسب النوك هنا كجدول أيضا للنوك سوف تدخل وتجده وقد شرحنا هذا من قبل يجب أن يكون لديك تعليم ما يلي هنا شهادة ثانوية مدرسة ثانوية أو ما بعد الثانوية أو ديبلوم أو درجة من مؤسسة معترف بها هذه هي الشواهيد وهنا بالنسبة لي اختبار اللغة تقوم بعمل اختبار اللغة التي نوافق عليها سيظهر أن يمكنك التواصل باللغة الإنجليزية أو فرنسية بما يكفي للعيش والعمل في كندا وإذا ضغطت على هنا الاختبار سوف تعرفه وتعرف المستوى المطلوب فرنسي أو إنجليزي لا مالي هنا أقل من سنتين يجب أن يكون هذا الاختبار في تاريخه أقل من عامين وتظهر أنك تلبي المستوى الذي تطلبه البرنامج إذا دخلت على هذا الاختبار سوف تعرف المستوى الدليل على الأموال هنا بالنسبة للناس الذين يسألون متابعين الخوات والإخوان الذين يسألون عن الأسعار والمقدار المال الذي يجب أن يكون لديك هنا لإعالة نفسك أو عائلتك سواء أنت لوحدك أو مع العائلة المبلغ الذي تحتاجه على الحجم التالي سوف نضغط على مقدار المال الذي يجب أن يكون لديك سيحولك مباشرة إلى هذه الصفحة سوف تجد هنا تحت الجدول الخاص بهذه الأموال إذا كنت شخص واحد 3.240 دولار يعني أرخص بالنسبة للدخول السريع الانتري اكسبريس فأرخص بكثير هذا البرنامج شخصين 4.000 دولار و3 أشخاص و4 أشخاص 6.000 دولار 3 أشخاص 4.000 وهكذا سوف تجد هذا الجدول بكل سهولة تعرف عدد المال الذي تحتاجه من أجل الانتقال والعيش في كندا في هذه المقاطعات الأطلسية الأربعة التي سوف نتعرف عليها إذن هنا سوف نبدأ هنا أحصل على عرض عمل كهذه المرحلة وعنوان كبير رقم 2 يجب أن يكون لديك عمل يلبي كل هذه المتطلبات وهنا تجد عرض التوظيف لمواطنين أجنبيين على شكل PDF وهناك موقع في صندوق الوصف سوف أترك لكم للأجل البحث عن عرض عمل في أربعة مقاطعات من قبل مقاطعة المحيط الأطلسي هناك نيوفاون لندن لامبرادور نيو برانزويك نوفا سكوتشيا وجزيرة الأمير إدوارد ويجب أن يكون لديهم تأكيد تعيين من المقاطعة بدوام كامل مما يعني أنك ستعمل على الأقل 30 ساعة مدفوعة العجر في الأسبوع ويجب أن تكون الوظيفة غير موسمية يستمع إليها جيدا من أجل الحصول على فرصتك والتقدم إلى هذه المقاطعات الأطلسية بشكل عام هذا يعني أن لديك وظيفة بأجر ثابت ومجدول بانتظام على مدار العام بموجب شهادة عدم الممانعة A أو B أو C ونوع المهارة المستوى صفر أو وظيفتك دائمة إلا يوجد تاريخ انتهاء محدد هذه هي الشروط بالنسبة لعروض العمل ويجب أن تفي بمتطلبات التوظيف للوظيفة المعروضة عليك يمكن العطور على هذه المتطلبات في شهادة عدم الممانعة هذه التي عليها خط تحت تضغط عليها ثم يحولك إلى النوق الخاص بك وتسجي المهناتك ويعطيك الرقم ولا يلزم أن تكون وظيفة في نفس شهادة عدم الممانعة مثل الوظائف الأخرى التي عملت بها يعني وظيفة واحدة فقط وآخر مرحلة قم بتقديم طلبك عندما تكمل أنت وصاحب العمل جميع الخطوات طبعا عند التواصل بعد حصولك على عرض العمل للتقدم إلى هذا البرنامج سوف تتواصل مع رب العمل كما هو مكتوب يمكنك تقديم طلب الإقامة الدائمة لتوفير الوقت وهنا ابدأ في ملء طلبك قبل اكتمال جميع الخطوات اجمع المستندات المرفقة مع طلب بأسرع ما يمكن ثم تضغط على تقدم بطلب لبرنامج الأطلسي للمهارات المتوسطة هذا عندما تكمل أنت وصاحب العمل جميع الخطوات كبداية أخي الكريم أختي الكريمة سوف تبدأ في البحث عن عرض عمل في هذه الأربعة مقطعات عبر هذه الشروط كلها التي تم ذكرها ثم عند تتواصل مع رب العمل دائما عبر النوق والمستوى وكل شيء يجب أن يكون مضبوط عندك لكي يتواصلوا معك ابحث عن عرض عمل في مواقع كثيرة هناك إنديد جوب بنك فأترك لكم رابط الفيديو كيف تتسجل من خارج كندا في جوب بنك من أجل أن تبحث على عرض عمل وأتمنى لكم حظا موفقا وأي سؤال يمكنك تركه في التعليقات وشكرا لكم على المشاهدة من قناة سويت هارت للهجرة